للعربي والقضايا العربية حضور قوي داخل أرويقة مؤتمر الحزب الديمقراطي خاصة في الجناح اليساري ذلك الذي يقوده السيناتر بيرني ساندرز يقول ماجد البهادلي الأمريكي من أصول عراقية والذي أمضى سنوات عديدة في الولايات المتحدة متسلقا سلم الحزب إن أغلب العرب استفوا إلى جانب ساندرز فأجندته السياسية اهتمت بقضايا بلدانهم الأصلية وعلى رأسها القضية الفلسطينية هناك عدة نقاط لكن وجود القضية الفلسطينية أو القضية العربية داخل هذا المؤتمر حافظ أساسي ورئيس يشجع الجلع عربية للانضمام ضمن هذا الزخم السياسي أو الفرح السياسي أو الثور السياسي ماجد واحد من مئات المندوبين الذين لم يستجيبوا لدعوات مرشحهم بيرني ساندرز بدعم هيلاري كلينتون في انتخابات نوفمبر فذلك يشكل بنظره دعما لفساد الحزب أما غسان الذي احتمى في البيت الديمقراطي الأمريكي بعد أن طردته الحرب الأهلية في لبنان منذ أكثر من أربعين سنة فيقول إنه سيقف إلى جانب كلينتون فقط ليمنع وصول ترامب إلى البيت الأبيض أنا مئة بالمئة حكوم معها لسبب أنه يستحيل نحن نخلي واحد بهين الإسلام بهين الكريشين لاتينوز يعني الإسبان بهين الأقليات بهين الديسايبل المعاقين هذا إنسان منه ستيبل منه مستقر هذا إنسان استحيل شيء رئي جمهورية إذا صار رئي جمهورية لدينا مشكلة ضخمة غسان ومنصور نموذجان لانقسام الحاصل داخل أرويقة الحزب الديمقراطي طرف يخشى من وصول رئيس جمهوري كترامب يحول حياتهم في البلد الذي استضافهم منذ سنوات إلى جحيم واضطرف لا يريد رئيسة يقولون إنها واحدة ممن أشعل فتيل الجحيم في بلدانهم الأصلية أمين سريلسكاي نيوز عربية فيلادلفيا ولاية بنسلفانيا